بسم الله الرحمن الرحيم والفرقان هذا عطف بيان على الكتاب يعني الكتاب وهو الفارق بين الحق والباطل فهو من هذه الجهة أهم من الكتاب لعلكم تهتدون لعل هنانا من الله تبارك وتعالى مو بمعنى الترجي بل بمعنى عاقبة ونتيجة الترجي من باب خذ الغيات وترك المبادئ لأن الترجي يعني الجهل بالمستقبل وهو محال على الله تبارك وتعالى العالم والمحيط بكل الأشياء وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم واذكروا يا بني إسرائيل هذه النعمة اللي هي نعمة التوبة والعفع عن جريمتهم إذ قال موسى لقومه يعني لجماعة من قومه الذين عبدوا العجل وقت ذهاب موسى إلى الطور ليستلم التوراة والتشريعات من الله تبارك وتعالى فهؤلاء عبدوا العجل حينما رجع موسى قال لهم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم لماذا ظلموا أنفسهم لأنهم اتخذوا العجل إلها هذا العمل موجب للغضب الإلهي والذلة في الحياة الدنيا والآخرة فلابد من التوبة فتوبوا توبة إلى بارئكم الذي برأكم وخلقكم وهو إلهكم كيف تكون التوبة؟ كانت توبتهم بهذه الطريقة فاقتلوا أنفسكم بأن يقتل من لم يعبد العجل من عبده ولو كان قريبا له فأن هذه الطريقة كفارة للقاتل لأنه سكت ولم يتكلم ولم ينهى عن هذا المنكر العظيم وكفارة للمقتول حيث عبد العجل ذلكم هذه الطريقة من القاتل خير لكم لأن هذه الكفارة تدفع عذاب الآخرة صحيح هذا القتل فيه ألم لكن هذا الألم قليل بالقياس إلى عذاب النار الدائم والألم القليل خير من عذاب النار الأبدي ذلكم خير لكم عند بارئكم هذا متعلق بخير يعني هذا العمل خير عند الله تبارك وتعالى وفي حكمته وإرادته وإن كان شرا عند أنظار الناس لأنهم يتصورون أن الخير هو البقاء والعيش في الدنيا ويجهلون حقيقة العيش الأبدي في نعيم الله في الجنة وفي الحديث الشريف أنهم قالوا وكيف نقتل أنفسنا فقال لهم موسى أغدوا كل واحد منكم إلى بيت المقدس ومعه سكين أو حديدة أو سيف فإذا صعدت أنا من برى بني إسرائيل فكونوا أنتم للثمين لا يعرف أحد صاحبه فاقتلوا بعضكم بعضا فاجتمع سبعون ألف رجل ممن كانوا عبدوا العجل إلى بيت المقدس فلما صلى بهم موسى وصعد المنبار أقبل بعضهم يقتلوا بعضا حتى نزل جبرائيل فقال قل لهم يا موسى ارفعوا القتلى فقد تاب الله عليكم فقتل منهم عشرة آلاف وأنزل الله ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم بعدما امتثلوا لهذا الأمر وتابوا وقتل بعضهم بعضا تاب الله عليهم فتاب عليكم يعني قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم بكم فلم يغضب حتى لا يقبل توبتكم أبدا فمن رحمته أنه قبل التوبة وكان بإمكانه أن لا يقبل أما كيف تاب الله عليهم لأنهم في أثناء القتل حسب هذه الرواية قال بعضهم لبعو أوليس قد جعل الله التوسل بمحمد وآله الطيبين أمرا لا تخيب معه طلبه ولا ترد به مسألة وكذلك توسلت الأنبياء والرسل فما لنا لا نتوسل فاجتمعوا وضجوا يا ربنا بجاه محمد الأكرم وبجاه علي الأفضل الأعظم وبحق فاطمة الفضل وبجاه الحسن والحسين سبطي سيد المرسلين وسيدي شباب أهل الجنة أجمعين وبجاه الذرية الطيبة الطاهرة من آل طاها وياسين لما غفرت لنا ذنوبنا وغفرت لنا عقوبتنا وأزلت هذا القتل عنا فذاك حين نودي موسى عليه السلام من السماء أنكف القاتل فقد سألني بعضهم مسألة وأقسم علي قسما لو أقسم به هؤلاء العابدون للعجل وسألني العصمتال عصمتهم حتى لا يعبدوه ولو أقسم علي بها إبليس لهديته ولو أقسم بها علي نمرود أو فرعون لنجيته فرفع عنهم القتل فجعلوا يقولون يا حسرتنا أين كنا عن هذا الدعاء بمحمد وآله الطيبين حتى كان الله يقينا شر الفتنة ويعصمنا بأفضل العصمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بجميع نعمه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين